وحوا بالرغبة المشتركة في تنمية العلاقات المصرية الأدبية الصباح اليوم تشرف معالي الوزير بلقاء السيد الرئيس تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في تدعمها وتنميتها وأيضا تناول قضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك أخذنا معالي الوزير أيضا جولة مباحثات موسعة وعمقة ركزنا خلالها على أوجه العلاقات الثنائية تم التوقيع على اتفاق لتعديل اتفاق العلمي فيما بين البلدين ونتطلع إلى الاستفادة مما حققته لاتويا في مجالات التعليم والتعليم الفني ومجالات التكنولوجيا الاتصالات والرقمنة كلها مجالات في الحقيقة أثبتت لاتفيها خدرة وتقدم ملموس فيها ووجود رغبة مشتركة أن ننمي علاقتنا في هذه المجالات خاصة في إطار أن مصر بتشهد نهضة في التعمير نهضة في التوجه نحو تكنولوجيا الاتصالات والزكاء الاصطناعي وبناء المدن الزكية وكلها مجالات تستطيع أن تسهم فيها لادبيا والشركات من لادبيا معايا الوزير يرافقه وفد اقتصادي وفد من رجال الأعمال سوف يتواصلون مع نظراءهم في مصر وإن شاء الله يكون لها لقاءتهم يفتح مجالات جديدة للتعاون والتنسيق فيما بينهم كذلك مجالات السياحة العمل على زيادة حجم التجارة فيما بين البلدين وأيضا الاستثمارات كلها خضايا تم بحثها وهناك اهتمام لأن نجد ما هو يؤدي إلى استفادة الشعبين من هذه العلاقة الإمكانيات الموجودة في منطقة قناة السويس ومحاقات مصر من تطور في الإصلاح الاقتصادي يتيح أيضا فرصة للشركات من لادبيا ورجال الأعمال الاستفادة من الحوافز القائمة ومن التواجد في مناطق غرافية تحد من بعد سلاسل الإمداد والأثار التي ترتبت على ذلك خلال جائحة الكورونا والآن اتصالا بالحرب في أخرانيا تبحثنا أيضا فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام في مقدمتها الحرب في أخرانيا ولكن أيضا الأوضاع في المنطقة القضايا الفلسطينية الأوضاع في ليبيا في منطقة القرن الأفريقي موضوع ست النهضة أيضا الأوضاع في سوريا والعمل على تحقيق الاستقرار والخضاء على الإرهاب متطلع الاستمرار أيضا التفاهم المشترك فيما بيننا اتصالا بعلاقات مصر بالتحدي الأوروبي وتناولنا قضية حقوق الإنسان في حوار فيه قثير من التفاهم لأسلوب الأمثل لتناول هذه القضية وتحقيق الهدف المشترك في إطار تعزيز حقوق الإنسان والارتخاء بها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأيضا العلاقة التي تربطنا مع الانتحاد الأوروبي في بناء الخضرات في هذا الشأن مرة أخرى برحب بمعالي الوزير ونتطلع الاستمرار التواصل فيما بيننا سوف تتاح لي فرصة الأسبوع القادم للقاء آخر عندما أشارك في مجلس المشاركة في لوكسنبورغ وربما بعد ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد ذلك في انعقاد مؤتمر الأطراف كوب 27 في شرم الشيخ كلها مناسبات نحرص خلالها على التواصل لتعزيز العلاقة بين البلدين إن شاء الله نشهد تكثيف للزيارات المتبدلة على مستوى المسؤولين بالبلدين في إطار الحرص على العلاقة ونموه شكرا جزيلا